موسيقى العاشرة صباحا من الميادين وتتابعون فيها موسيقى والتذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم إن شاء الله أبو مازن يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية سياسية لا بيع أوهام بمليارات الدولارات موسيقى شهيد وجرحان جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقطة للجيش السوري في القنيطرة وقوات الاحتلال تفجر جهاز تجسس جنوب لبنان موسيقى قوة أعلان الحرية والتغيير في السودان تلوح بالعصيان المدني وتنفذ إضرابا عاما لمدة يومين يشمل مختلف المرافق موسيقى مدورو يأمل التواصل إلى حلول سلمية وديمقراطية في محادثات النرويج ويتهم المعارضة بالسعي لتنفيذ مصالح الولايات المتحدة في فانزولا موسيقى أهلا بكم أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه مؤتمر المنامة الاقتصادية والنتائج التي ستصدر عنه وخلال فعالية في رمالله شدد عباس على أن مؤتمر المنامة وصفقة القرن سيذهبان إلى الجحيم قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم إن شاء الله كما سيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعملون على عقده قريبا في الشهر القادم ليقدم لنا أوهاما بعد أوهام أن يذهب أيضا للجحيم عباس أشارا إلى أن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية لا ببيع أوهام المليارات نحن لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائج هذا الاجتماع لأنهم أولا يبيعوننا الأوهام وثانيا من أراد حلا للقضية الفلسطينية فيبدأ بالقضية السياسية ثم السياسية ثم السياسية ثم يتحدث عن أوهام المليارات التي يقولون إنهم سيقدمونا وأقول لكم لن يصل شيء منها إطلاقا ولا نعلق عليها أي أمال ولا نقبل بها ولا نقبل بها لأن القضية أولا وأخيرا سياسية بامتياز رأى المرجع الديني البارز في البحرين الشيخ عيسى قاسم أن لصفقة القرن طرفا واحدا هو ترامب وإسرائيل ومتعاونون ومنافذون من أنظمة عربية وتعليقا على مؤتمر البحرين رأى الشيخ قاسم أن عرى صفقة القرن سيلحق بكل متعاون وداعم لها وفقت الهيئة العامة للكنيسة على قانون حل الكنيسة الـ 21 بالقراءة الأولى بعد تصويت 66 عضوا لمصلحة القانون ومعارضة 44 عضوا فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الخاصة بالمداولات بشأن مشروع القانون اليوم قبل طرحه للقراءة الثانية وثالثة نهائية غدا الأربعاء وفي وقت سابق أمس قررت اللجنة الخاصة تحديد موعد انتخابات الكنيسة 22 في 17 من أيلول سبتمبر المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال في كلمة أمام البرلمان أنه ما زال هناك وقت لتجنب إجراء انتخابات غير ضرورية جديدة برغم تعثر المفاوضات لتأليف ائتلاف حكومي يمكن القيام بالكثير خلال 48 ساعة رغبات الناخبين يمكن احترامها يمكن تأليف حكومة يمينية قوية ويمكننا تحقيق الاستقرار وحكومة جيدة لإسرائيل عمل أن يتبع الناس حدثهم ويفعلوا الشيء الصحيح وللحديث أكثر مشاهدين حول التطورات في فلسطين المحتلة ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم أهلا بك ناصر سأبدأ بموقف الرئيس محمود عباس من ورشة البحرين وصفقة القرن إلى أي مدى يمكن القول بأن هذا الموقف من الرئيس عباس هو تتويج للموقف الفلسطيني الجامع الرافض لهذه الورشة وبالتالي صفقة القرن هو ما در فيها عبد الرحمن هو أول من أعلن بأن طاقم البيت الأبيض غير مرغوب فيه في رمالله ورفض استقبال كوشنير وجيسون جريم بلات وهاجم فريد من سفير إسرائيل في أمريكا في إسرائيل بقوة وبالتالي هذا الموقف الفلسطيني الجامع الموحد من صفقة القرن يدوج بإضافات أخرى وأنه أطاقم ترامب غير مرغوب فيه ولا يستقبل في رمالله وأنه دعوة الدول العربية لعدم المشاركة وحينما تحدثنا مع رأس الهرم السياسي الفلسطيني يقيل بأن هذا الموقف ثابت غير قابل للمساومة ورشة المنامة هي جزء من صفقة العصر صفقة العصر هي صفقة العار وبالتالي لا يوجد أي حلول وسط حتى لو وصلت الأمور إلى الحافة إلى الهاوية وهذا ما قاله التلفزيون الإسرائيلي يوم أمس إذ كشف بأنه سرا قم بتحويل 660 مليون إلى أبو مازن عن طريق البنوك من دون إبلاغ السلطة لكن اكتشف ذلك رئيس السلطة وأعادها بمعنى أنه حتى لو تنهار السلطة لن يتم ابتزاز الفلسطينيين بالمال لا في الضفة ولا في غزة وهذا موقف ثابت واضح فلسطين ليست للبيع القدس ليست للبيع ناصر فيما خص موضوع الكنيسة الإسرائيلي يعني الهيئة العامة الكنيسة وافقت على حل الكنيسة الـ 21 بالقراءة الأولى والمفاوضات متعثرة أيضا ما بين الأطراف المختلفة في الداخل الفلسطيني المحتل أي سيناريو الآن يتوقع فيما خص موضوع الكنيسة خاصة أن هناك حديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة ملخص سريع ناتنياهو سارع لحل الكنيسة من فرط أنانيته حتى لا يكلف ريفلين أي شخص آخر غيره لتشكيل الحكومة وبالتالي قام بخطوة استباقية من خلال الليكود وحلفاءه لحل الكنيسة والهان إذا فشل هو وهذا محتمل إذا فشل بتشكيل الحكومة قطع الطريق على تكليف شخص آخر مع أنه هو استفاد من هذا المبدأ في العام 2008 حين فازت تكليفني ولم تتمكن تشكيل الحكومة فقام بتشكيله أولا هو قطع الطريق ونسف الجسور إذ ذهب إلى الكنيسة بالقراءة الأولى وعلى الحل الكنيسة وهذا فرط أنانية وليس رغبة في الانتخابات ثانيا هو حاول أن يتقرب من لبرمن ولكن لبرمن موقف واضح على المتدينين والأحزاب الدينية أن تخضع للتجنيد مثلها مثل الآخرين ومتصاعد الأمور بشكل كبير جدا ثالثا في حال فعلا من هنا وحتى ظهر الأربعاء غدا ظهرا إذا لم يتم الاتفاق وهذا احتمال أكثر من 50% لن يتم الاتفاق سيعلن عن الانتخابات في 17-9 كان المفروض أن تكون في آب لكن نتنياه مدده هو يحارب على كل ساعة من أجل أن يبقى في الحكم حتى لو يوم أسبوع ساعة نصف ساعة هو المهم أن يبقى في الحكم لأنه يعرف حين يغادر سيكون مصيره السجن بتهم ملفات الفساد شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحم حدثتنا مباشرة من بيت لحم دع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولية إلى حماية مدينة القدس وسكانها من الانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت أكثر من 130 انتهاكا الشهر الماضي تقرير للمرصد يأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية ارتفعت وطيرتها بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل مشددا على أن جميع السياسات الإسرائيلية في القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين النائب السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي باس الغطاس يتحرر من الأسر بعدما اعتقلته سلطات الاحتلال على خلفية تهريبه هواتف للأسر الفلسطينيين هنا محميد كان ذلك قبل عامين حين نزعت حصانة النائب باس الغطاس البرلمانية وحوكم وسجن بتهمة تهريب هواتف للأسر الفلسطينيين اليوم تبدو كأنها غفلة عين هي في الواقع ساعات وأيام طويلة من الانتظار حتى عناق الحرية إسرائيل تستخدم الأسر والسجون والمعابر والبوسطات والمحاكم العسكري والنياب وتستعملها كجزء أساسي وجوهر في منظومة القمع في منظومة تكريس الاحتلال شعب كامل يقبع في السجون أنا وجدت بالسجون أحياناً أسرة كاملة الأب وأولاده أو الإخوة مع بعض خلال سنتين إحنا مرأنا تجربة كمان قاسية جداً هو نقلوه على خمس سجون وإحنا كنا مضطرين أنه كمان نسافر مسافات بعيدة عشان نشوفه مدة خمسة وأربعين دقيقة كل لقاء كنا نسافر للجنوب في الساعة أربعة عشان نقدر نوصل على وقت الزيارة وإذا ما وصلناش بتروح علينا الزيارة سجن غطاس أثار قضية حرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال الهاتفي بعائلاتهم الحق الذي لطالما يطالب به الأسرى في إضراباتهم حتى استطاعوا أخيراً انتزع بعض الالتزامات حوله من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإنسان لا يضحي بحريته بسنين عمره علشان أرض علشان وطن علشان مستقبلنا نحن نعيش بكرامة فهذا معناه أن الإنسان هذا اللي موجود في السجن لازم نتذكره تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن ما يربو على مليون فلسطيني واجهوا تجربة الأسر خلال العقود الخمسة الأخيرة ولا يزال نحو ستة آلاف يواجهون التنكيل الإسرائيلي داخل معتقلات الاحتلال اليوم تبقى قضية الأسر شعلة متقدة في نضال الشعب الفلسطيني تزيدها حرية كل أسير جديد توهجا كأنما تعبد درب التحرر الوطني وسط كل الانتكاسات والخيبات والمؤامرات هنا أم حميد بالبلدة الرامة في الجليل الميادين فجرت طائرة إسرائيلية من دون طيار جهاز تجسس بين وادي زفتة وبلدة نميرية جنوب لبنان الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني فرضوا طوقا أمنيا في المنطقة بحثا عن جهاز تجسس ثاني يعتقد أن إسرائيل زرعته فيها يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق العصد ديفيد ساترفيلد اليوم كبار المسؤولين اللبنانيين وذلك ضمن الوساطة الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وبحسب المعلومات فأن الدبلوماسية الأمريكية يحمل الردود الإسرائيلية على المقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية عباس الصبخ نفت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية للميادين المعلومات التي أوردها موقع الاندربندنت بالعربية ونقلها الإعلام الإسرائيلي عن رسائل تطمينية أرسلها لبنان لإسرائيل مفادها بحسب الموقع أنه لن يكون قاعدة للرد الإيراني من قبل حزب الله أو أي جهة أخرى إذن دلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة كما استغربت المصادر تحوير فحوى اللقاءات التي عقدها الرئيس ميشيل عون مع مبعوثين أمريكيين زاروا لبنان في الفترة الماضية أخبار موقع الاندربندنت بالعربية نفاها بدوره للميادين النائب والقيادي في التيار الوطني الحر ألان عون لا أكيد أول شيء في نفي كامل عن هذه الاتصالات عم تحصل أو مباشرة أو بالواسطة مع إسرائيل من قبل لبنان هذا شيء وتانياً نحن كلبنانيين بالآخر نحن مسؤولين عن بلدنا عن دفاع بلدنا وأكيد نمسنا بحاجة لتطمين أحد أما النائب ياسين جابر الذي شارك في أكثر من اجتماع مع الأمريكيين فيضع تلك الأخبار في محاولة للتشويش على الموقف اللبناني الموحد هناك من يحاول التشويش على ما يحصل ما كل الناس تكون سعداء في أن يحصل هذا التطور الجديد ولكن اللي منقدر أقوله لبنان أولاً عنده مناعة بهالمسائل هذا موقف موحد الاحتفاظ بحقوقه كلمة والحفاظ عليها هذا ما نقول لأنه كلام منه منطق نهائياً فخامة رئيس الجمهورية لا يمكن أن يرسل تطمينات للعضو الصهيوني لا مكان لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ولا تراجع عن الموقف اللبناني الموحد بشأن ترسيم الحدود وهو موقف كان موضع إشهادة من السيد حسن صلى أمين وعامي حزب الله قبل أيام الأخبار التي نشرها موقع الانتبندنت بالعربية ونقلها الإعلام الإسرائيلي عن تطمينات لبنانية لإسرائيل غير صحيحة وهدفها التشويش على الموقف اللبناني الموحد بحسب ما أكده أكثر من مسؤول ومصدر لبناني عباس صباق بيروت الميادين قال نايب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي فرزلي إن الموقف اللبناني الموحد حيال قضية الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي حرك اللوبيات النفطية في الولايات المتحدة وفي مقابلة مع الميادين أشار فرزلي لأن وحدة الموقف حيال الثروات النفطية اللبنانية في البحر يزعج إسرائيل أراهني على أن الغاز اللبناني الذي سيأتي عبر البايب القبرصي سهو الذي ستكون هذه المعامل موضوع تلقف له الوبي هذا اللوبي البترولي الذي يضم كبار الشخصيات الأمريكية في الولايات المتحدة لعب دور مركزي واستند أيضا إلى الموقف اللبناني الموحد فالإسرائيل كعادتها لكي لا تجابه هذا اللوبي مباشرة تريد أن تفبرك صراع لبناني لبناني يسيء إلى الموقف اللبناني الموحد لكي تجد لنفسها أعضار تجاه موقف اللوبي البترولي في الولايات المتحدة الأمريكية فرزلي أكد أن لبنان وافق على التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحدود البحرية عبر الأمم المتحدة لا مباشرة مطلب لبناني كان منذ اليوم الأول وعبر عنه الرئيس مري الذي تولى التفاوض في مرحلة معينة أنه نحن نرفض ترسيم الحدود البرية دون الحدود البحرية ما كانت قبل آخر الزيارة كمان والزيارات اللي إيجا فيها السفير ديفيد هيل وبعدين السفير ساترفيل عرض عملية ترسيم الحدود كان في حلول يعني ميسرة لبنان رفض الموقف وأصر على الرابط بين ترسيم الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية في آن الواحد فرزلي شدد على أن طرح قضية عودة العملاء الإسرائيليين إلى لبنان هدفه الفتنة وأرباك الساحة الداخلية فضلا عن الموقف اللبناني الموحد سبب طرح هذا الموضوع هو إعادة إنتاج سراع لبناني لبناني وضرب الموقف اللبناني الواحد ولن أبحث وسأرفض التعليق حتى على هذا الخبر لأنه غايته هو الإنجرار إلى فعل وردة فعل وبالتالي تحقيق الهدف الإساءة للموقف اللبناني الموحد اللبناني المخصص اللبناني الذي يريد بصحة بلده يريد استقلاله سيادته بحق هو ذاك الذي يرفض أي عمل أو أي كلمة تسيء لموقف لبنان الموحد في مسأة هذه المرحلة حملة حق يرجع المطالبة بعودة العملاء اللبنانيين الفارين إلى فلسطين المحتلة لم تخدم أهدافها ودفعت إلى حملة مضادة على وسائل التواصل الاجتماعي نادت بمحاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم قتل وتعذيب بحق اللبنانيين في المعتقلات فاطمة قاسم أهلا بكم لم تنجح حملة حق يرجع في تصمير العملاء اللبنانيين الفارين إلى فلسطين المحتلة منذ تحرير الجنوب عام 2000 كضحايا لحملة تخويف وقهر أدت إلى إبعادهم بل أثبتت دورهم كعملاء فروا بإرادتهم كما فشلت الحملة في أعطاء القضية بعدا طائفيا فهؤلاء متنوعون اجتمعوا على خيانة الوطن الهاشتاجات المضادة قابلت بقوة هاشتاج حق يرجع بحق رصاصة حق فرانك ولا مش حق يرجع وغيرها الردود أتت مباشرة على تغريدة للنائب اللبناني نديم لجميل بأن السيادة لن تكتمل من دون عودة اللبنانيين المبعدين قصرا على حد قوله على الأراضي الإسرائيلية فردت نور لا مش حق يرجع لأن بينهم إبراهيم ياسين العميل الصهيوني الذي تخلى عن جنسيته اللبنانية ونال جنسية الكيان الغاصب وخدم في جيش عدوه لا مش حق يرجع كتبها أيضا فيصل مع صورة لمن قال إنه المتصهي النزار الخوري العميل الصهيوني في جيش العدو وندر نفسه للسفر حول العالم ليدافع عن الكيان الصهيوني وغرد عهد قائلا إذا حق يرجع نحن حقنا نعدم لا مش حق يرجع حق رصاصة غردتها سارة ونشرت صورا لهؤلاء مع أنشطة لهم لدى الكيان المحتل أكيد مش حق يرجع غردت ملاك وقالت إن أغلبهم من العملاء الخواناء أغلبهم كانوا في أيدي الصهيونيين في الجنوب وكانوا جزءا من أداة القتل والتعذيب ومعتقل لخيان بيشهد حضرتك مش تألن روح فلن عندن ونقطع على السطر واعتبر أحمد أنها ببساطة محاولة تحضير من قبل بعض الجهات السياسية لعودة العملاء اللحديين بحجة أن ظروفهم أجبرتهم على العمالة وأضاف تفاديا لهذه السيناريوهات عمر ما يرجع لكن البعض أصر على حق هؤلاء بالرجوع كريم التي كتبت حق يرجع مش حق فرانك من منكم بلا خطيئة فليرجم بحجر وأضافت بأنه في الحرب الأهلية الكلبا على لبنان وحوله إلى ميليشيات كذلك وائل أيد رجوعهم وكتب نعم حق يرجع بس بالأول اسألوا الشهداء وجبال الوطن ودموع الثكالة وعذاب الأسرى بالخيان أبل ما ترجعوهن اسألوهن كم أطلقوا رصاصا وقذائف على غزة كم كانوا حاقدين باشتياح جنين رجعوهم إذا بدكم بس اكتبوا على بوابة لبنان أهلا بكل خاين وجبان استشهد ضابط سوري وأصيب جنديان أحدهما حالته خطيرة جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ أرض أرض استهدف نقطة للجيش السوري في القنيطرة وفق مراسلنا مصدر عسكري سوري أكد أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقطة عسكرية للجيش في تل الشعار بمحافظة القنيطرة فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف منصة صواريخ سورية أطلقت صاروخا باتجاه إحدى طائراته الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم رأى أن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية استمرار للعدوان على الأمة العربية وعلى فلسطين وأضاف قاسم أن إسرائيل هي العدو المركزي للعرب وللمنطقة وأنها تعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانها ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ودعا إلى بناء استراتيجية مواجهة الاحتلال المدعوم أمريكيا نبقى في سوريا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد أمس هجوما واسعا لهايئة تحرير الشام على مواقعه في بلدة كفرنبودا وقال مدير مركز حميميم للمصالحة إن الهجوم نفذه نحو أربعمائة وخمسين مسلحا مستخدمين الدبابات وراجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة وإنه جرى القضاء على مئة منهم ومن العاصمة السورية دمشق مشاهدين ينضم إلينا مراسل الميدين محمد الخضر أهلا بك محمد أبدأ في موضوع العدوان الإسرائيلي على سوريا في القنيطرة ما هي آخر المعلومات التي راشحت حول هذا العدوان صباح الخير هو عدوان عند الساعة التاسعة مساء بصاروخ أرض أرض من قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في تل علي أبو الندى هذا التل المشرف تماما على مدينة القنيطرة الاستهداف جاء لقاعدة عسكرية للجيش السوري في تل الشعار وهو لا يبعد عدة كيلومترات عن تل علي أبو الندى وأدى ذلك لاستشهاد ضابط بريتبت ملازم وإصابة صف ضابط إصابة خطيرة للغاية وجندي طبعا العدوان هذا على هذا الموقع هو يأتي بعد حوالي عشرة أيام من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأجسام مضيئة مشبوهة هي على ما يبدو طائرات استطلاع إسرائيلية حديثة كانت تحلق خلال الأيام الماضية بين المرصد الشرقي والمرصد الغربي لجبل الشيخ جبل الحرمون وأيضا كان ذلك في الواقع هو بعد تصدي الجيش السوري والدفاعات الجوية لصواريخ كانت تطلق في تلك المنطقة طبعا العربة هي عربة شيركا وهي جزء من المضادات الأرضية السورية التي كانت تتصدى بشكل دائم للاعتداد الإسرائيلية سواء في فوق جبل الشيخ أو المرتفعات أو حتى بالاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية لمواقع الجيش السوري تحديدا للواء التسعين المتواجد والمنتشر في محافظة القنيطرة محمد على المستوى الميداني أيضا كان هناك هجوم لجبهة النصرة صده الجيش السوري في أرياف إدلب وأرياف حماء التطورات الميدانية هناك على الأرض ما هو واقع التطورات الميدانية؟ في الواقع هذا الهجوم هو جرى بعد ساعات من اجتماع لقيادين قيادين مجموعات المسلحة بالكامل وهو اجتماع نادر في الواقع خلال سنوات الحرب السورية هذا الاجتماع ضم الجولاني أبو محمد الجولاني وضم جميل صالح المسؤول عن جيش العزة وقيادين آخرين في أحرار الشام وجبه الوطني وكل هذه التسميات الهجوم هو بأربعمائة وخمسين مسلحا كما قدرتها مصادر ميدانية جرى التصدي ومقتلة للعشرات من هؤلاء من محورين على كفر مبودة وجرى أيضا تدمير حتى آليات ومدرعات وعلى ما يبدو هذه المدرعات والآليات جزء ممن جاءت بالدعم من مناطق ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة مجموعات مدعومة من تركيا مباشرة صباح هذا اليوم تركز التصدي على استهدافات لتحركات المسلحين في مناطق واسعة من الهبيط إلى خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي أو حتى خربة الناقوس في سهل الغاب واللطامنة وكفرزيتا حتى هذه الساعة في الواقع هي استهدافات بطبيعة الحال الجيش لديه معرفة كان أو لديه استطلاع لتحركات أولى المسلحين وهو ما ساعد بشكل كبير في صد مثل ذلك الهجوم على مواقعه في كفرنبودا شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل ميدي في العاصمة السورية دمشق حدثتنا مباشرة من هناك كفرنبودا اكتسبت أهميتها لكونها عقدة وصل بين محافظتين ومناطق مهمة في الحرب السورية فما هي أبرز عناصر أهميتها وماذا يجري في الشمال والشرق السوريين من تسويات وتسليح واستعدادات التفاصيل في هذا العرض لمحمد محسن أهلا بكم ضراوة المعارك للسيطرة عليها تكشف أهميتها في المعارك الجارية نتحدث عن كفرنبودا في ريف حماء الشمالي الغربي هي موصوفة عسكريا بالاستراتيجية جغرافيا كما نرى هنا هي صلة وصل بين سهل الغاب في ريف حماء الغربي وريف حماء الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي تعد كفرنبودا باب المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة في الشمال السوري كما أنها تربط بين مناطق سهل الغاب غرب حماء ومنطقة خان شيخون ومحيطها بريف إدلب الجنوبي حيث تقع كفرنبودا أيضا على أوتوستراد السقيلبية وقبل أن يستعيدها الجيش السوري أخيرا كانت كفرنبودا أيضا منطلقا لقصف المسلحين مناطق مدنية في ريف اللادقية وحماء بالصواريخ وبقذائف الهاون تحصل المعارك على عين نقاط المراقبة التركية الاثنتين عشرة في إدلب التي جرى تثبيت آخرها قبل عشرة أيام في اشتبرق بجسر الشغور ومن أبرز هذه النقاط أيضا كما نرى هنا على الخريطة تل صوان في موريك وشير مغار تل توقان وأيضا تل العيس الحضور التركي يتخذ شكلا آخر في شمال شرق سوريا ربطا بالمساعي الجارية برعاية أمريكية لتسوية بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية لكن معلومات أخرى للميادين تشير إلى مسعى سعودي لتسليح عشائر عربية في الشمال والشرق السوريين بدعم أمريكي ما يفهم على أنه عودة صعودية من الباب السوري ضمن الصراع بين الرياضي وأنقرة ويمتد حضور هذه العشائر على مساحات واسعة جدا من الشرق السوري وأجزاء من الشمال في مناطق تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظمها امتدادا من الرقة إلى الجزيرة السورية وهكذا نزولا نحو أجزاء من ريف دير الزور في النشرة ولكن بعد الفاصل ضريف يتهم الفريق باء بإثارة التوتر في المنطقة أهلا بكم من جديد لوحد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالعصيان المدني إذا لم تتوصل إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي على تأليف مجلس سيادي مدني وفي تصريح صحفي علن عضو قوى إعلان الحرية والتغيير واجد صالح بدء إضراب ليومين إذا توصلنا إلى اتفاق فنحن لا نريد سوى الاتفاق وأن نعمل كشركاء حتى نضمن نقلا سلميا وسلسا للسلطة إلى سلطة مدنية وإذا لم نتفق أيضا سنصحب ووسيلتنا كما ذكرت هي الوسيلة السلمية المدنية والتي هي المواكف والإضرابات والاعتصامات والعصيان الذي يمكن أن نصل إليه إذا لم نتوصل إلى الاتفاق ولكننا نتمنى أن لا نصل إلى الإضراب المفتوح والعصيان المدني الشامل لأن ذلك بالنسبة لنا بيعني خطوات كثيرة ووقتها لن نعود إلا بتحقيق كل المطالب وليس الجزء من المطالب وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو قد قال إن نيات شعارات قوى الحرية الحقيقية ظهرت وخلال زيارته فرق الشرطة تحدث دقلو عن قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير مشطرطا تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار مقابل استمراره في العراق ينتخب برلمان إقليم كردستان اليوم الرئيس الثاني له منذ إقرار الدستور العراقي الجديد عام 2005 ويعد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان برزاني الأوفر حظا بين المرشحين الخمسة للمنصب يشار إلى أن منصب رئيس الإقليم شاغر منذ نحو عامين إثر إعلان مسعود برزاني رفضه الترشح لولاية جديدة بعد الأزمة التي اندلعت مع بغداد على خلفية استفتاء الانفصال عن العراق عام 2017 أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن الإرهاب الاقتصادي الذي يمارسه فريق باء يصيب الشعب الإيراني بأذن ويثير التوتر في المنطقة مشيرا إلى أن إجراءات الرئيس الأمريكي لا أقوى له ستثبت إن كان يسعى إلى هذا الهدف أيضا ضريف وفي تغريدة على تويتر أشار إلى أن المرشد السيد علي خمينئي أعلن منذ فترة طويلة أن تهران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي يصل مساعد وزير الخارجية الإيراني اليوم عباس عرقشي إلى قطر آتيا من الكويت حيث أكد أن بلاده مستعدة للحوار البناء مع دول الخليج وأن سياسة العقوبات الأمريكية تعرض أمن المنطقة للخطر وخلال لقائه وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح دع عرقشي دول المنطقة لأن تكون وعية نزاء التهديدات التي تواجهها كما أكدان سياسة إيران مبنية على أساس إرساء الأمن والاستقرار في الخليج ومن اليابان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران مرحبا بسعي توكيو إلى استخدام علاقاتها مع تهران للاطلاع بدور الوسيط أنا لا أسعى إلى ذلك لا نرغب في إذاء إيران بل نسعى إلى إزالة الأسلحة النووية لدينا مشاكل كافية في هذا العالم الآن بسبب الأسلحة النووية واعتقد أننا سنبرم صفقة مع إيران فهي دولة لديها إمكانات اقتصادية هائلة وإنني أتطلع إلى السماح لها بالعودة إلى المسرع حيث يمكنها إظهار ذلك أعرف الكثير من الإيرانيين إنهم شعب عظيم إيران لديها فرصة لتكون بلدا عظيما نحن لا نبحث عن تغيير النظام أريد فقط أن أوضح ذلك نحن نبحث عن القضاء على الأسلحة النووية وصفت وزارة خارجية كوريا الشمالية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالمهوس بالحرب وبالرجل المعطوب الذي يستحق التلاشي المبكر موقف الخارجية جاء ردا على تصريحات بولتون المتعلقة بتجارب بيونج يانج الصاروخية وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي التي أشار إليها بولتون قالت الخارجية إن كوريا الشمالية لم تعترف يوما بها لأنها قرارات غير قانونية إلى اليمن حيث أعلن الجيش واللجان سيطرتهم على سبعة مواقع جنوب تعز بعد مواجهات مع قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي في موازات ذلك نفذ الجيش واللجان ضربة جديدة بطائرة مسيرة استهدفت ملاجئ الطائرات الحربية في مطار جيزان بالسعودية أحمد عبد الرحمة من مطار نجران إلى مطار جيزان طائرات الدرونز اليمنية تخترق الأجواء السعودية مجدداً وتضرب مرابض الطائرات الحربية ضربات ليست سوى مقدمة لما سيأتي يقول عضو المجلس السياسي الأعلى في صنع سلطان السامعي تنفيذ لما توعد به قائد الثورة من توجيه ضربات موجعة للعداء وهناك مفاجآت أخرى ستكون موجهة إلى أكثر من دولة من دول العدوان بنك من الأهداف العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية الحيوية تمتلكه صنعاء وتلوح بضربه إذا تماد العدوان أهداف عسكرية وأهداف اقتصادية ممكن أعطيك بعض أسماء هذه الأهداف محطات تحليات المياه في أكثر من مدينة وفي أكثر من موقع على أكثر من دولة تكرير النفط مصافي النفط في أكثر من موقع وأكثر من دولة والكهرباء وغيرها تحذيرات عديدة أطلقت من صنعاء لتحالف الحرب من ارتكاب جرائم جديدة وتوعد بضربات موجعة لن تبعد كثيرا عن قصور الحكم يقول السامعي نحن نحذرهم من التمادي في ارتكاب جرائم ضد شعبنا وكان آخر قريمة أو آخر مذبحة التي حصلت في ماوية المحافظة التعز يجب أن يعرفوا بأننا سنأخذ بثائر أبنائنا وشهدائنا وبالتالي يجب أن يعرفوا بأن قصورهم ستستهدف والأيام بيننا من جانبه قال رئيس اللجنة الثورية العليا وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي إن العمليات الأخيرة جاءت ردا على ازدراء عملية السلام وليس بناء على أوامر إيرانية كما تقول السعودية ومن يدور في فلكها بثقة تتوعد صنعاء بالوصول إلى نقاط وأهداف حساسة ودقيقة وخبراء يؤكدون أن معادلة توازن الرعب باتت واقعا وعلى التحالف أن يضع ألف حساب قبل إقدامه على أي خطوة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نزوحا نحو سبعة وثلاثين ألف عائلة يمنية من منازلها في اليمن منذ بداية العام الحالي وفي تغريدة على تويتر ذكرت المفوضية أن هذه العائلات نزحت من مختلف أنحاء البلاد ولا سيما المحافظات التي تشهد قتالا عنيفا وبينها حجة والضالع اللاجئون اليمنيون وللعام الخامس على التوالي عيشون ظروفا صعبة في مقدشو فالمخيمات التي تأويهم تفتقر إلى مقاومات الحياة اليومية والإنسانية شافعي محمد صالح لاجئ يمني وصل إلى مقدشو قبل أربعة أعوام يعيش اليوم في مخيم للاجئين اليمنيين في ضواحي مقدشو الوضع هنا يزداد تدهورا يوما بعد الآخر والأطفال هم الحلقة الأضعف في هذا المخيم نحو أربعمائة أسرة لاجئة تعيش في هذا العراء من دون أن تتوافر لديها أدنى مستلزمات الحياة ناس ضرارهم كثيرة ناس ضرار الحرب أجلوا لعينة يعني عيتام وصلوا لعينة عيتام ووضعهم جدا مزرية يعني ما فيش أي انتفات من نظر يعني لوضعهم الخاص أسر المخيم تعاني جراء الوضع المعيشي المتردي فندرة توافر الطعام تبقي أمعاء الأطفال خوية في وقت يجهد فيه اللاجئون عبثا لتأمين مستلزمات الإفضار في هذا الشهر الفضيل ناحية الراشان دا في ناس والله ما يطبخوا اليوم في اليوم معهم جهل لا بيطبخوا بالله حتى الصباح لما يعني هم يكونوا صايمين غرفة التعليم التي يفترش فيها الأطفال الأرض تخلو من الكراسية والمستلزمات المدرسية المطلوبة والمدرسون هنا جلهم متطوعون مدرس في كحشي غال بدون أجراء نحن تبرعنا على الدراسة المسكن الملائم ومستلزمات الحياة الضرورية هي متطلبات اليمنيين الهاربين من حرب بلادهم لكنها متطلبات تبدو منعدمة منذ وصولهم إلى الصومال منتصف عام 2015 في هذا المخيم للاجئين اليمنيين تعيش الأسر في وضع المعيشين صعب فالمساعدات الإنسانية لا تصل إليهم والمخيم يفتقر إلى المقاومات الأساسية للحياة الكريمة شافع محمد مقدشو الميادين قبل انطلاق المحادثات المقررة هذا الأسبوع في النرويج بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة تعهد الرئيس الفنزولي نيكولاس مدورو إظهار حسن النية بهدف التوصل إلى حلول سلمية وديمقراطية مدورو اتهم المعارضة التي وصفها بالمتطرفة بأنها تحاول إطاحة الحكومة تلبية لمصالح الولايات المتحدة الحوار الذي يعد أول لقاء وجها لوجه بين ممثلين الحكومة والمعارضة يشارك فيه وزيراء الخارجية والاتصالات وحاكم ولاية ميراندا في غضون ذلك وصلت طائرة صينية تنقل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لفنزولا إلى مطار مايكتاب القرب من العاصمة كاركاس الحكومة الفنزولية أكدت أن الطائرة تحمل أطنانا من الأدوية والمواد الطبية ولسيما التي تستخدم في العمليات الجراحية رأى المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف بانون أن مشروع التكامل الأوروبي توفي بعد هزيمة قائمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المؤيدة لأوروبا بمواجهة حزب التجمع الوطني اليميني الآن نرى أمكانية تأليف مجموعة عملاقة وقوية من المجري وبولندا والمملكة المتحدة مع سالفيني في إيطاليا ولوبان في فرنسا في الواقع ستكون هذه المجموعة الثانية أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي في حال تألفت هذه المجموعة أم لا ستكون هناك كتلة حرجة في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تبدأ في عرقالة الأشياء أعتقد أن كل يوم في بروكسل سيكون ستالينغراد في البرازيل قتل 42 سجينا على الأقل في أعمال عنف اندلعت في أربعة سجون في أمازوس شمال البلاد الحكومة الفيدرالية أعلنت إرسالها تعزيزات أمنية إلى الولاية وتحدثت عن 27 قتيل آخرين في سجن أنطونيو ترينداد والبرازيل هي ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء قتلت طفلة وأصيب 17 معظمهم من الأطفال بهجوم نفذه شخص في كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية متحدث باسم فرق الإطفاء اليابانية أشار إلى أن راجونند طعن بسكين مجموعة من المواطنين في محطة للبساط قبل أن ينتحر فيما أعلنت الشرطة أنها تبحث في خلفيات الهجوم دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العالم إلى الوقوف ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف وفي كلمة له في فيينا قبل ساعات من انطلاق مؤتمر المناخ تحدث الأمين العام عن تغير المناخ بوصفه تهديدا عالميا إلى جانب الإرهاب والعنف داعيا إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان في هذا الشأن وفي الولايات المتحدة لا تزال مياه الفيضانات تغرق مساحات واسعة من مناطق ولايات الجنوب الأمريكي ولا سيما أكلهما وأركنسو وميزوري هبراء الأرصاد تحدثوا عن موجة طقس سيء شهدتها المنطقة وأدت إلى أعصير وأمطار غزيرة منذ الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل شخصين وفي وسط غرب الولايات المتحدة شهدت مناطق في ولاية إلينوي تساقطا لحبات البرد وصل حجمها إلى حجم كرة الطاولة ومن أخبار العواصف والشتاء والثلوج إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل عبدالله ظاهر صباح الخير عبدالله صباح الخير عبدالرحمن شكرا صباح الخير مشاهدين أهلا بكم إلى موجة الاقتصاد في العاشرة حيث أكد وزير الطاقة الإيراني رضا أردى كنيان عزم مجلس الشورى الإيراني إقرار اتفاقية إنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الجمركي الأرسي أردى كنيان قال إن مجلس الوزراء صادق على الاتفاقية المؤقتة لتأسيس منطقة تجارة حرة مع الاتحاد وأحالها للمجلس تمهيدا للمصدقة خلال الأيام المقبلة يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأرسي يضم كل من روسيا، بلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا وكرغيزستان ويهدف إلى تعزيز التبادل وخفض القيود الجمركية بين هذه الدول اتفق المسؤولون الإيرانيون والعراقيون على استئناف النشاطات في سوق سمار الحدودي وذلك بعد توقف دام أسبوعا كاملا بسبب مشاكل لوجستية وتنظيمية وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن التنسيق جار لرعاية مصالح كل طرف ومراعاة المنفعة لصائقي الشاحنات والعمال من كن البلدين وتم الإعاز إلى جميع المسؤولين بتسوية القضايا والمشاكل العالقة لاستئناف تبادل السلع إشارة إلى أن الصادرات الإيرانية عبر سوق سمار بلغت العام الماضي مليارا ومئتي مليون دولار أعلنت الجزائر عن اكتشاف حقل ضخم للغاز جنوب غرب البلاد حيث قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أنه يسهم في تعزيز الصادرات ويحافظ على حصة البلاد السوقية العالمية وكشف عرقاب أن التنقيب الأولي أدى إلى استخراج 275 مترا مكعبا من الغاز بالإضافة إلى 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف مؤكدا أنها المرة الأولى التي يتم اكتشاف حقل في هذه المنطقة ما سيشكل رافعة لها وللبلاد في الجلسة العشرين قرت الحكومة اللبنانية موازنة تقشفية هدفها خفض نسبة العجز المتنامي في مختلف القطاعات وينص مشروع الموازنة الذي أحيل إلى مجلس النواب لإقراره كقانون على خفض نسبة العجز إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وعلى خفض النفقات وزيادة الواردات ويستند إلى توقعات بالنمو الاقتصادي بنسبة 21% رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون دعا إلى البدء منذ الآن بإعداد مشروع موازنة العام المقبل أعلن محمد اشتيا رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ستدفع 60% من رواتب موظفها مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل وأضف اشتيا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رمالله أن إسرائيل ما زالت تقتطع من أموال السلطة الفلسطينية التي ترفض استلام هذه الأموال منقوسة وقال أن الحكومة لن تقبل أن يوصف الفلسطينيون في السجون بأنهم إرهابيون أو أنها تمول الإرهاب مشيرا إلى أن الحكومة سوف تقترض من البنوك للإفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر في الخبر الأخير قال وزير المالية الفرنسي برونو لومار أن خطة الاندماج بين شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ورينو الفرنسية هي فرصة جيدة للشركتين ولصناعة السيارات الأوروبية لومار أكد أن الشركات التي تتمكن من الاستثمار بشكل هائل في صناعة السيارات الكهلبائية هي التي ستنجو مستقبلا لافتا إلى أن حصة الدولة الفرنسية ستنخفض تلقائيا فر اندماج الشركتين إلى 7.5% وتنشئ الصفقة ثالثة أكبر شركة عالمية جديدة لصناعة السيارات وتحقق غفورات مالية للتحالف بقيمة 5 مليارات و600 مليون دولار سنويا هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابع أعود لك عبد الرحمن نلقاك في الظاهرة عند الثالثة وعند الخامسة والنصف بتوقيت الكوتس الشريف مع الاقتصادية المفصلة 100% شكرا لك عبد الرحمن بعد منع الاحتلال ادخال جهاز استخراج زيوت الطبية إلى قطاع غزة نجح الشاب فداء أبو عليان في التغلب على هذا المنع وصناعة الجهاز بإمكانات متواضعة مستغلا بذلك تنوع النباتات ذات الاستخدام الطبي داخل القطاع المحاصر أحمد شلدة قد لا تختلف هذه الأرض الزراعية عن غيرها من حيث الشكل لكنها بالنسبة إلى صاحبها تعد باكورة مشروع ذي جدوى عالية بفعل طبيعة النباتات المزروعة هنا واستخداماتها المميزة ليس الهدف من زراعة هذه الأرض حصد ثمارها فحسب فلكل نبتة هنا فوائد جمع تمكن الشاب الغزوي فداء أبو عليان من استغلالها بعدما نجح في إيجاد آلية لاستخراج الزيوت الطبية منها تولد إلي فكرة أنه استخرج هذه الزيوت طبعا في قطاع غزة لن قطاع غزة غني جدا بالنبتات والأحشاب الطبية طبعا والنبتات برية لها أثر علاجي تقريبا من 20 إلى 25 نوع تم زراعة بعض الأحشاب طبعا في هذه الأرض بإمكانات متواضعة نجح هذا الشاب في صناعة جهاز استخراج الزيوت الطبية من النبتات فرفض الاحتلال لإدخاله إلى القطاع المحاصر كان سببا في دفع فداء إلى صناعته بأقل من 10% من سعره الأصلي حاولت أن أستوعد جهاز أكثر من مرة طريق الشركات التي هنا في قطاع غزة تخليص الجمهوركي ولكن تم منع دخول الجهاز من قبل الاحتلال قطع الجهاز من أشياء بسيطة ومتوفرة لدينا في قطاع من أجهزة طبية من قطع جهاز طبي مع قطع أدوات طبق منزل مع قطع أدوات مختبرات كيميا إلى أن توصلت طبعا لتصميم هذا الجهاز الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن وليد اللحظة فبعد شهور عديدة من التجارب والمحاولات كان النجاح على شكل قطرات زيتية تعد البداية لمشروع يرى صاحبه أنه سيكبر يوما ليسد حاجات القطاع بأكمله من الزيوت الطبية ومثيلاتها أحمد شلدان غزة الميادين إلى العنوين أبو مازن يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية سياسية لا بيع أوهام بمليارات الدولارات شهيد وجريحان في اعتداء إسرائيلي استهدف نقطة للجيش السوري في القنيطرة وقوات الاحتلال تفجر جهاز تجسس جنوب لبناء قوة أعلان الحرية والتغيير في السودان تلوح بالعصيان المدني وتنفذ أضرابا عاما ليومين يشمل مختلف المرافق مدورو يأمل التوصل إلى حلول سلمية وديمقراطية في محادثات النرويج ويتهم المعارضة بالسعي لتنفيذ مصالح الولايات المتحدة في فنزولا للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء